دعا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جموع المصريين للخروج للاستفتاء غدا والتصويت بنعم على الدستور من أجل إنقاذ مصر في تلك المرحلة بيان الوفد إلى الأمة بيان إلى شعب مصر العظيم غدا يا أبناء مصر يا خير أجناد الأرض هو يومكم كي تدهش العالم للمرة الثالثة وتؤكد للدنيا كلها أننا لا نخشى إلا الله وأننا شعب قوي أبي عصي على كل محاولات الترويع والترهيب سنخرج بإذن الله غدا في حماية رب العالمين وحراسة قواتنا المسلحة ورجالها الأبطال والشرطة المصرية ورجالها البواسل لنشهد شهادة حق في حق الاستفتاء على دستور مصر أولى خطوات بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء دستور يحمي الشريعة الإسلامية ويحافظ على مقاصدها وغاياتها وينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما ينص أيضا على حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى في الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية دستور يحمي الحريات والحقوق والواجبات العامة ويحقق المساواة بين كافة المصريين بعد هذا الدستور سيجرم التمييز بين أي مصري ومصري على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر سيكون المصريون بإذن الله سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أي منهم وسيجرم القانون ذلك أيضا الدستور جاء ليحقق العدالة الاجتماعية التي كانت على رأس أولويات لبنة الخمسين والذي شرفت بأن أكون عضوا فيها العدالة الاجتماعية الغائبة والظلم الاجتماعي الذي عانل منه المصريون جميعا دستور يحمي مصر من استبداد أي حاكم أو نظام فلأول مرة في دستور تشهده البلاد يصبح لحق مجلس النواب بأغلبية أعضائه وبطلب مسبب حق الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة واستفتاء الشعب عليها هذا الدستور سيمنع صناعة الفراعين في المستقبل القريب أو مستقبل البعيد دستور أعطى الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وحقق الفصل والتوازن والتكامل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية حمى الله مصر وحمى شعبها ووقاها كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته